خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المنعقد في جونيف حثت دروسد هانوم جيبريسيوس مدير عامل منظمة دول العالم على العمل معا لوضع نهاية للمرحلة الحرجة من جائحة كورونا قائلا إن لديها الآن جميع الأدوات المتاحة للقيام بذلك حيث أنه يمكننا إنهاء كوفيد التسعة عشر بصفته حالة طوارئ صحية عالمية يقول جيبريسيوس فمن أجل إنهاء المرحلة الحادة من تفشي الجائحة لا يجب أن تقف الدول مكتوفة الأيدي بل عليها محاربة لا مساواة في توزيع اللقاحات ومراقبة انتشار الفيروس ومتحوراته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد انتشارها وطالب مدير ملظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء منذ أسابيع بالإسراع في توزيع اللقاحات في الدول ذات الدخل المنخفض بهدف الوصول إلى هدف تلقيح 70% من سكان كل دولة بحلول منتصف العام 2022 تنيني واشرين